اشتركوا في القناة تتعرف بعض الخواص الكيميائية للمواد تحدد التغيرات الكيميائية تصنف المادة تبع لخواصها الكيميائية توضح قانون حفظ الكتلة في بداية الدرس نودى نسأل سؤال ماذا ينتج بعد احتراق الخشب؟ لاحظوا معنا هنا يحدث احتراق للخشب ماذا ستتوقع أن يحدث بعد احتراق الخشب؟ هل سيبقى الخشب على وضعه؟ أم أنه يتحول إلى مادة أخرى؟ لاحظوا هنا تم احتراق الخشب وتحول إلى كومة صغيرة من الرماد إذن أين ذهب الخشب؟ وما هي الخاصية التي أدت إلى تغير هذا الخشب؟ إن في الحقيقة الخاصية التي أدت إلى تغير الخشب هي خاصية كيميائية وهي الخاصية التي تشير إلى مين المادة لحدود تغير في تركيبها الأصلي ولذلك نلاحظ هنا أن هذا الخشب عندما تحول إلى كومة من الرماد أدى ذلك بسبب تغيرها في الخاصية الكيميائية وهو دائما هو مين المادة لحدود تغير في تركيبها الأصلي بفعل تفاعل كيميائي مما ينتج عنه مواد جديدة لاحظوا معي هذه المادة المتفاعلة وهذه المادة الناتجة من طريق التفاعل إذن نلاحظ بأن السبب الرئيسي في التغير في قطع الخشب أثناء الاحتراق هو أيضا الخاصية الكيميائية وهي خاصية تتصف بها المادة وهي لحدود تغير في تركيبها الأصلي بفعل تفاعل كيميائي مما ينتج عنه مادة جديدة ولذلك دعونا نتفق على أن أي ميل المادة لحدود في تغير تركيبها الأصلي ويؤدي إلى مواد جديدة بسبب تفاعل كيميائي هي خاصية كيميائية للاحظ مثال يوجد لدينا حديد ولكن هذا الحديد حدث له خاصية كيميائية نتيجة تفاعل كيميائي حدث له بسبب اتحاده مع الأكسجين وأدى إلى ما يسمى بصدى الحديد إذن الحديد هو عبارة عن مادة له خاصية كيميائية له القدرة على أن يتفاعل مع الأكسجين ويكون مادة جديدة تسمى صدى الحديد إذن من المواد القابلة أو الخاصية الكيميائية لها هو الحديد لديه قابلية للتفاعل مع الأكسجين ويحدث عنه صدى الحديد ولكن السؤال هنا هل الحديد تغير بعد التفاعل؟ هل بقيت نفس مواصفاته السابقة؟ طبعا الإجابة لا تغير وحدث له تغير في تركيبه الأساسي بسبب اتحاده مع الأكسجين والسبب الآخر هو الخاصية الكيميائية له التي أدت إلى تحويله إلى صدى الحديد وتغير في تركيبه الأساسي ننتقل إلى مثال آخر ماذا يحدث عند تفاعل أقراص الفوار مع الماء؟ تلاحظ هنا أقراص الفوار عندما وضعت مع الماء حدث لها تغير في خاصية الكيميائية نتيجة تفاعله مع الماء وبالتالي سوف يحدث مادة جديدة تنتج عنه بسبب تغيره الكيميائي وهي أيضا خاصية كيميائي له لأنه يميل إلى تغير في تركيبه الأساسي وتحويله إلى مادة جديدة خواص كيميائية شائعة نلاحظ هنا مادة قابلة للإشتعال وهو الخشب إذا وضع مع مصدر للحرارة وأكسجين ماذا يحدث؟ سوف نلاحظ ماذا يحدث راح تلاحظ هنا أن عندما يجتمع المصدر الحرارة مع قطعة الخشب أو قطع الخشب والأكسجين يحدث تفاعل ولكن هذا التفاعل يحدث عنه شيء آخر وهو تغير كيميائي وهو التغير الذي يحدث في تركيب المادة بسبب خواصها الكيميائية نلاحظ هنا الخشب لديه خاصية كيميائية لكي يتغير إلى مادة أخرى أو ينتج عنه مادة أخرى وهذه التغير يسمى تغير كيميائي والسبب تسميته بالتغير الكيميائي لأنه يؤدي إلى تغير في مادة أصلية وبالتالي المادة الخشب الأساسية تحولت إلى شكل آخر من المركب الأساسي إلى مادة أخرى نلاحظ هنا عندما يتفاعل أو يحدث احتراق للخشب نتج نتيجة أكسجين اتحدى بوجود مصدر حرارة والخشب أيضا نتج عنه مادة جديدة هل المادة الجديدة تطابق المادة الأصلية؟ طبعا اختلفت والسبب هو التغير الكيميائي إذن التغير الكيميائي هو التغير الذي يحدث في تركيب المادة بسبب خواصها الكيميائية إذن نلاحظ هنا خواصها الكيميائية هي أدت إلى التغير الكيميائية وينتج عنه مادة جديدة ينتج عنه مادة جديدة تختلف عن المادة السابقة له أيضا تحدث تفاعلات كيميائية بين بعض المواد وبين أكسجين الهواء وللاحظ يوجد مواد تتفاعل مع الأكسجين الهواء الجوي وينتج عنه مادة جديدة إذن نلاحظ هنا أكسجين وأي مادة أخرى ينتج عنها أكسيد المادة ولذلك الأكسجين الفلاواء ينتج عنه مع تفاعل مادة أخرى مادة جديدة يسمى أكسيد المادة راح نتطرق إليها بعض الأمثلة ونلاحظها نلاحظ هنا بعض تفاعلات الأكسجين مع المواد نلاحظ هنا الحديد عندما يتحد مع الأكسجين ينتج عنه مادة جديدة يسمى أكسيد الحديد وأيضا ما يسمى بالصدى إذن نلاحظ هنا الأكسجين الهواء الجوي اتحد مع الحديد أدى إلى ذلك أكسيد الحديد أو الصدى السؤال هنا هل المادة المتفاعلة هي نفسها مواد ناتجة طبعا حدث هنا تغير في تركيب المادة الأساسي وبالتالي الحديد مع الأكسجين أدى إلى أكسيد الحديد وهي مادة أخرى ناتجت عن المادة الأساسية إلى مادة أخرى ولكن السؤال هنا ما نوع التغير الذي حدث طبعا التغير الذي حدث هو تغير كيميائي والتغير الكيميائي يحدث في تركيب المادة الأساسي وهو تغير في تركيب المادة الأساسي من مواد متفاعلة وأساسية إلى مواد ناتجة عن هذا التفاعل أيضا من التفاعلات التي تحدث بين الأكسجين والمواد هو تفاعل الأكسجين مع النحاس نلاحظ هنا قطعة من النقود مصنوعة من النحاس عندما تتفاعل مع الأكسجين وهي كمواد أساسية أكسجين مع نحاس ينتج عنه مادة أخرى من مركبات أو مخاليط النحاس وهي مركبات مختلفة على النوع الأساسي أو النحاس الأساسي نتج عنه نتيجة أكسجين مع النحاس نلاحظ هنا نتيجة هذا التفاعل الذي يحدث باللون الأخضر وهو عملية تغير في تركيب الأساسي للنحاس مما أدى إلى نتاج مواد جديدة تختلف عن المادة الأساسية وهذا ما يسمى بالتغير الكيميائي والذي يحدث في تركيب المادة الأساسي السؤال هنا لماذا توضع الفيتامينات في زجاجة معتمة؟ نلاحظ هنا زجاجة معتمة غير نافذة للضوء يوضع بداخلها فيتامينات ما سبب وضع هذه الزجاجة المعتمة وعدم وضعها بشكل شفاف لنفاذ الضوء؟ السبب الرئيسي أنه يوجد الضوء والحرارة أو يحدث كل من الضوء والحرارة تغيرات كيميائية في بعض المواد فمثلا الفيتامينات عندما توضع في هذه الإناء أو في هذه العلبة يحدث الآتي عند نفاذ الضوء إليها أو كانت العلبة شفافة سوف يحدث دخول للضوء أو الحرارة مما يؤدي إلى تفاعلات أو تغير كيميائي في الفيتامينات ولذلك نستنتج أن الضوء والحرارة تؤدي إلى تغيرات كيميائية في بعض المواد فلو نفذ الضوء أو الحرارة لأدى إلى تغير كيميائي في بعض المواد ولذلك نقوم بمنع الضوء والحرارة من دخولها إلى داخل هذه العلبة لكي لا يحدث تغير كيميائي في داخل هذه العلبة وهي تفاعلة بعض المواد مثل الفيتامينات نلاحظ خواص كيميائية شائعة أخرى تجربة من الواقع عندما نحضر مكونات أساسية لصناعة الكاك سوف نحضر الزبدة والبيض والدقيق والسكر هذه المكونات هي تعتبر مكونات أساسية لنتائج بعد عملية تفاعل كيميائي عندما نخلط هذه المكونات الأساسية ونعرضها إلى الحرارة سوف ينتج عنها نتيجة أو نتائج حدثت بعد التفاعل الكيميائي ولذلك نستنتج أن هذه الحرارة أدت إلى تغير كيميائي نتاج عنه مواد جديدة أتت من مواد سابقة تختلف عنها في الخواص أو الخصائص الأساسية ولذلك هذه المكونات لديها كل واحدة منها خصائص عندما خلطت مع بعضها البعض وعرضت للحرارة حدث عنها نتائج جديدة وهذه النتائج حدثت بوجود الحرارة وهذه الحرارة هي تغير هي تحدث تغير كيميائي أو أحد الخصائص التي تؤدي إلى تغير كيميائي للمادة أيضا نلاحظ هنا عندما يكون لدينا سكر وحمض الكبريتيك السكر باللون الأبيض والكبريتيك عديم اللون تقريبا عندما يتم إضافة حمض الكبريتيك إلى السكر ينتج عنه تفاعل كيميائي هذا التفاعل مصاحب لتصاعد الأبخرة أو الدخان أيضا ينتج عنه نتيجة نهائية وهي تحول إلى مادة جديدة سابقة عن أو متغيرة عن الحالة الأصلية أو الأساسية وهو ما ينتج عن هذا المكونات الأساسيان مادة جديدة تسمى الكربون وإذا نلاحظ هنا أن المادة الأساسية حدث لها تغير كيميائي بسبب التفاعل الكيميائي الذي حدث للمادة الأساسية التقويم التغير الكيميائي يحدث في تركيب المادة بسبب خواصها الكيميائية وتنتج عنها مادة جديدة هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ نعيد السؤال مرة أخرى التغير الكيميائي يحدث في تركيب المادة بسبب خواصها الكيميائية وتنتج عنها مادة جديدة هل هذه الإجابة صحيحة أم خاطئة؟ نلاحظ الإجابة إذن الإجابة صحيحة نعم التغير الكيميائي يحدث في تركيب المادة بسبب خواصها الكيميائية وتنتج عنها مادة جديدة إذن الخواص الكيميائية تحدث في تركيب المادة تغيرا كيميائيا سؤال آخر أي الخصائص التالية تعد خاصية كيميائية؟ هل هو الحجم أم الكتلة أم الاشتعال؟ هل هو الحجم أم الكتلة أم الاشتعال؟ لوحظة الإجابة إذن الإجابة هي الاشتعال إذن الاشتعال من الخصائص أو تعد من خصائص الكيميائية التي تحدث للمواد نتيجة تغيرها أو ما يحدث نتيجة التغير الكيميائي دلائل حدوث التفاعل ما هي الدلائل التي تؤدي أو توضح لنا حدوث التفاعل؟ أولا من المثال السابق نلاحظ هنا اشتعال للخشب وهذا ما يحدث نتيجة تغير كيميائي نلاحظ في البداية تصاعد الدخان نلاحظ معي تصاعد الدخان أيضا ينتج عن ذلك إنتاج الحرارة كما تلاحظ عند احتراق الخشب ينتج من ذلك إنتاج الحرارة أيضا تغير اللون نلاحظ هنا تغير في تركيب أو تغير في لون الخشب أثناء النتائج النهائية للإحتراق أيضا حدوث صوت عند الاشتعال أو تغير الكيميائي قد يحدث تغير أو يحدث حدوث صوت نتيجة هذا التغير الذي حدث أخيرا من الدلائل على حدوث التفاعل هو ظهور الضوء أثناء التغير الكيميائي وهو من الدلائل التي يؤدي إلى حدوث أو توضح لنا حدوث التفاعل سؤال هل يمكن إعادة المادة إلى حالتها الأصلية قبل التغير؟ لدينا مادتان مادة الزبدة وأيضا عندنا الرماد الناتج عن الاحتراق الخشب هل يمكن إعادة جميعها إلى حالة الأساسية السابقة لما كانت؟ نأخذ المثال الأول وهو الزبدة عندما تم تحويل الزبدة من حالتها إلى حالة أخرى نتجت عن طريق ما يسمى بالتغير الفيزيائي وبالتالي الآن لما أحول قطعة الزبدة إلى تغير يحدث لها عملية انظهار ولكن السؤال هنا هل التغير الفيزيائي كما أخذنا سابقا يمكن إعادة إلى حالتها الأساسية؟ الهجابة؟ نعم يمكن إعادة الزبدة من حالتها أو الناتج النهائي للمادة إلى حالتها مرة أخرى بحسب ما كانت عليه سابقا أما الحالة الأخرى فهو تغير كيميائي نلاحظ الآن لماذا سمع تغير كيميائي؟ عندما أقوم باحتراق أو تفاعل للخشب ينتج أنا مادة جديدة ألا وهي الرماد؟ هل أستطيع أن أعيد الرماد مرة أخرى إلى قطع الخشب؟ الإجابة؟ لا تستطيع لأنه حدث له تغير كيميائي ومن خصائص التغير الكيميائي لا يمكن إعادة المادة الناتج إلى حالة الأصلية سابقا وبالتالي يسمى تغير كيميائي إذن الفرق بين التغير الفيزيائي والتغير الكيميائي أن التغير الكيميائي لا يمكن إعادته إلى حالة الأصلية السابقة نأتي إلى قانون حفظ الكتلة نلاحظ كفتي ميزان لو وضعنا مواد أساسية في أثناء التفاعل ومواد ناتجة عن هذه التفاعل هل سوف يتغير كتلة كل من المواد الناتجة مقارنة بالمواد المتفاعلة مقارنة بالمواد الناتجة السؤال لا يتغير لأنه مجموع كتل المواد الناتجة كيميائيا يساوي دائما مجموع كتل المواد الأصلية أم المواد المتفاعلة ولذلك نلاحظ هنا كفتي الميزان متساوية بما يدل على أن الكتل متساوية ولم يتغير بينهما الكتلة وهذا ما يسمى قانون حفظ الكتلة والذي ينص على أن مجموع كتل المواد الناتجة عن التفاعل الكيميائي يساوي دائما مجموع كتل المواد الأصلية المتفاعلة إذا نلاحظ أن هذه المواد المتفاعلة تساوي دائما كتلة المواد الناتجة عن نفس التفاعل نلاحظ هنا تجربة لدينا مواد أصلية متفاعلة عندما يوضع دورق وبه أنبوب اختبار بداخله مادة ونقوم بعملية محاولة إنتاج تفاعل نلاحظ الآن بدأ بعملية التفاعل والناتج الأساسي حدث التفاعل داخل الأنبوبة وبالتالي نلاحظ هذه المواد الأصلية تساوي المواد الناتجة نلاحظ هنا الميزان لم يتغير المؤشر وبقي ثابتا بالنسبة للمواد الأصلية والمواد الناتجة إذن الكتل لم تختلف بين المواد الأصلية والمواد الناتجة ولكن اختلف فقط نوع المادة الناتجة عن التفاعل أما الكتل فهي محفوظة لم تتغير سؤال التغير الكيميائي يمكن إعادة المادة إلى حالتها الأصلية قبل التغير السؤال مرة أخرى التغير الكيميائي يمكن إعادة المادة إلى حالتها الأصلية قبل التغير هل هذه الإجابة صحيحة أم خاطئة نلاحظ ذلك إذن الإجابة خاطئة المادة الناتجة لا يمكن إعادتها إلى حالتها الأصلية قبل تغير وهذا ذكرناه في المستقبل السابق عن احتراق الخشب وتحوله إلى الرماد لا يمكن إعادة الرماد إلى حالة الخشب مرة أخرى تقويم الختام ضع الرقم في المكان الصحيح 1. الخاصية الكيميائية هو تغير في شكل المادة دون تغير في خصائص أم تشير إلى ميل المادة لحدود تغير في تركيبها الأصلي بفعل تفاعل كيميائي مما ينتج عنه مواد جديدة أو مجموع كتل المواد الناتجة عن التفاعل الكيميائي يساوي دائما مجموع كتل المواد الأصلية المتفاعلة إذن ما هي الخصائص اختر من هذه الفقرات واحدة يناسبها وضع الرقم المناسب له لحظة الإجابة إذن الإجابة الخاصية الكيميائية هي تشير إلى ميل المادة لحدود تغير في تركيبها الأصلي بفعل تفاعل كيميائي مما ينتج عنه مواد جديدة إذن الإجابة صحيحة تشير إلى ميل المادة لحدود تغير في تركيبها الأصلي بفعل تفاعل كيميائي مما ينتج عنه مواد جديدة نأتي الآن إلى قانون حفظ الكتلة رقم 2 قانون حفظ الكتلة اختر المناسب له هل هو تغير في شكل المادة دون تغير في خصائص أو هو مجموع كتل المواد الناتجة عن التفاعل الكيميائي يساوي دائما مجموع كتل المواد الأصلية المتفاعلة الإجابة هي إذن قانون حفظ الكتلة هي مجموع كتل المواد الناتجة عن التفاعل الكيميائي ويساوي دائما مجموع كتل المواد الأصلية المتفاعلة أعزائي الطلاب والطالبات تعلمنا اليوم عن الخاصية الكيميائية تكلمنا عن مفهوم الخاصية الكيميائية وهي الخاصية التي تشير إلى ميل المادة لحدود تغير في تركيبها الأصلي بفعل تفاعل كيميائي مما ينتج عن فواد جديدة أيضا تكلمنا عن خواص كيميائية شائعة ذكرنا من خلالها التغير الكيميائي وهو التغير الذي يحدث في تركيب المادة بسبب خواصها الكيميائية وتنتج عن مادة جديدة أو مواد جديدة أيضا ذكرنا تفاعلات شائعة وذكرنا أن أكسجين الهواء الجوي قد يتفاعل مع المادة منتجا مادة جديدة مثلما ذكرنا أن الهواء الجوي أكسجين الهواء الجوي يتفاعل مع الحديد منتجا الصدع أيضا تكلمنا عن الحرارة والضوء ودور الحرارة والضوء في عملية التغير الكيميائي وقد ينتج عنه عند تفاعلها مع المواد قد ينتج عنه تغير كيميائي أيضا ذكرنا دلائل حدوث التفاعل ومن ضمن هذه الدلائل إنتاج الحرارة أو الضوء أو تصاعد الدخان أو التغير في اللون أو حدوث الصوت أيضا تكلمنا عن إعادة المادة إلى حالة الأصلية وقارننا بين التغير الفيزيائي والتغير الكيميائي حيث تكلمنا على أن التغير فيزيائي يمكن إعادة المواد الناتجة إلى حالة الأصلية بينما التغير الكيميائي لا يمكن إنتاج المواد أو إعادة المواد الناتجة إلى حالتها الأصلية أيضا تكلمنا عن قانون حفظ الكتلة وذكرنا نص قانون حفظ الكتلة والذي ينص على أن مجموع كتل المواد الناتجة عن التفاعل الكيميائي يساوي دائما مجموع كتل المواد الأصلية المتفاعلة أعزائي الطلاب والطالبات كما تلاحظ المراجع في إعداد الدرس كتاب الألوم أو المتوسط الفصل الدراسي الأول وبعض أيضا المراجع المعتمدة في إعداد الدرس للتواصل أو لمزيد من الدروس يمكن لكم الرجوع إلى موقعين أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال الهاتف الموضح أمامك وصلى لنا نهاية الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته